على الرغم من الامتناع عن مظاهر الاحتفال المعهودة في روسيا بسبب الوضع القائم إلا أن المواطن الروسي لم يشعر باختلاف كبير عما عهده في السابق فما ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم إلا أن الناس ما زالوا يحتفلون بفترة الأعياد ويمارسون تقوصهم اليومية نعم لقد أثرت العقوبات نوعا ما على الصعيد المالي حيث نراحز غياب بعض المركات العالمية من الأسواق ومع هذا أريد القول بأنني أشعر بالحماية والأمن من قبل رئيسنا وحكومتنا حتى لو اضطررنا لتقليص المصروف والتقشف في بعض الحالات أنا فخور بأنني أعيش في دولة محترمة وأستطيع استهلاك المياه والكهرباء بالكمية التي أحتاجها أعتقد أنه بشكل مباشر لم تؤثر العقوبات عليه وذلك لأنني أعمل في القطاع الحكومي ولدينا كل شيء يسير بثبات وانتظام ولكن بعض الأصدقاء الذين كانوا يعملون مع شركات أجنبية فقدوا عملهم بعد أن غادرت هذه الشركات روسيا بالإضافة إلى غياب بعض السلع من المحلات التجارية بعد عشرة شهور من العمليات العسكرية والعقوبات الغربية على روسيا شهد الاقتصاد الروسي بعض التغييرات من تطوير الإمكانيات الزاتية صناعيا وزراعيا وتقليص الاعتماد على العملات الصعبة وتوسيع توجيه الصادرات نحو الشرق مساهم عمليا في دعم الروبل وحفظ الاقتصاد الروسي من الانهيار التصرف المهني للمصرف المركزي الروسي الذي قام خلال الأيام الأولى من العملية العسكرية برفع سائل فائد الأساسية من 9.5% إلى 20% دفعة واحدة وهذا ساعد في جذب ما يعرف بالأموال الساخنة إلى المنظومة الاقتصادية الروسية وساعد في دعم السمود المنظومة المالية ويبدو أن إحساس المواطن الروسي بنسبة تضخم عالية على الرغم من انخفاضها جاء نتيجة ارتفاع أسعار البضائع والبحث عن مسارات أخرى لها بعد المقاطعة الغربية موسكو خفضت انفاقها الحكومي عدد دفاع ما يشير إلى أن الحكومة تكافح من أجل تغطية النفقات ولكن ذلك يبدو طبيعياً مع اعتماد سياسة عد الأصابع بين روسيا والغرب والغلبة لمن يسمد أطول من موسكو حسين مشيك هنا القاهرة عاصمة الخبر موسيقى شكرا